بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الأجندة تسببت الحروب وجرائم الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي في انتشار واسع لأمراض نفسية وأخلاقية واجتماعية كثيرة من الاكتئاب الذي فتك بكثير من الشباب في بلدان الربيع العربي إلى التنمر وضيق الطبع إلى سوء العلاقة بين الأخ وأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه وغيرها من الظواهر والمشكلات التي تخلقها الحروب والأزمات الكبيرة ومن الظواهر التي انتشرت في السنوات الأخيرة في أوساط الشباب بصورة ملفتة ظاهرة الإلحاد والشك في الدين وهي ظاهرة لا تأخذ حقها من النقاش العلمي في مجتمعاتنا العربية عادة على الرغم من خطورتها الاجتماعية وعلى الرغم من كل ما كيل فيها حتى الآن أقصد بالنقاش العلمي تحليل هذه الظاهرة بصورة علمية منطقية لمساعدة أصحابها ومساعدة المجتمع على التعامل معها بصورة صحيحة غير متشنجة لأن الناس يتعاملوا معها مثل هذه القضايا بطريقة غير علمية وغير إنسانية لأن هذه الظاهرة قد تكون عبءا جديدا على الأسرة والفرد فوق الأعباء الأخرى التي ألقيت عليهم ومن واجب المثقفين والعارفين ووسائل الإعلام أن تحصن المجتمع بالوعي اللازم لمواجهة هذه المشكلات بصورة صحيحة يعني تخفف من وطأتها على الناس لأن الوعي بالشيء هو أول خطوة في مواجهته أعني بالمواجهة التعامل معه وليس الدخول معه في اشتباك نحتاجه في مثل هذه الفترات الصعبة لمنطق العلم أكثر من أي وقت مضى ومنطق العلم هو منطق التحليل المنظم للمشكلات والظواهر تحليل يعني تفكيك وتفتيت لأبسط العناصر ومنظم تعني غير عشوائي التفكير العلمي له تقاليد معروفة في أوساط الباحثين المحترفين تحدث عنها بوضوح الدكتور فؤاد زكريا في كتاب قيم له اسمه التفكير العلمي أنصح الشباب بمطالعته إذن ما الذي يمكن أن يقال بمنطق العلم في تحليل ظاهرة الإلحاد أو الشك الديني يا ترى هذا هو موضوع حلقة هذا المساء كونوا معنا الله غير موجود والدين مجرد أكذوبه هذا ما تردده شريحة واسعة من الشباب الذكي المثقف والنبيل أحيانا شباب مولود لأبوين مسلمين بالوراثة شباب كان بعضه ينتمي في يوم ما إلى جماعة من الجماعات الدينية إلى سنوات كليلة ماضية شباب ممتلئ بالحماس والرغبة في تحقيق ذاته ممتلئ بالطموح في تطوير مجتمعه إلى آخره أردت بهذه المقدمة القول إن الشاب الذي يختار طريق الإلحاد أو الشك الدين ليس بالضرورة الشاب تافه في ميزان العلم والتربية كما قد يعتقد البعض على العكس ستجد الكثير من ذوي الأخلاق الحسنة والتعليم الجيد والثقافة الحرة قد اختاروا هذا الطريق كثير من الناس النبلع اختاروا هذا الطريق ومن الغباء النظر إليهم وكأنهم شياطين تمشي على الأرض هناك دوافع مختلفة دفعت الشباب اليوم وبالأمس دفعتهم للتخلي عن معتقدات أبائهم وأجدادهم بعض هذه الدوافع عبارة عن ردود فعل عاطفية غاضبة تجاه المجتمع الظالم والثقافة المتكلسة وبعضها رغبة في التخلص من قيود النظام الأخلاقي في المجتمع الناس عايزين يتفلتوا فيه طائفة يعني عايزة تعيش على حل شعرها زي ما يقولوا خلنا المصريين وبعض هذه الدوافع نتيجة لتحولات فكرية عند الشخص أدت إلى الشك العلمي في جوهر القضية الدينية إذن الدوافع مختلفة مش كلها يعني متشابهة لكن بغض النظر عن دوافع الإلحاد أو الشك الذي يعنينا هو محاصرة هذه الأوهام محاصرة الأوهام التي تشئ في المجتمع أي أن كانت إذا كان هذا وهم احنا بنعتبره وهم لأننا مؤمنين يعني بينما الطرف الآخر لا يراه كذلك لكن حنتعامل معه باعتباره وهم إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وبنتعامل مع الأوهام منحاصرة كما كان همنا من قبل في مكافحة الأوهام التي تشيع في أوساط المتدينين يعني عموما الوهم أينما كان بحاجة إلى أو مرور حاصرة لماذا؟ لأن الأوهام خطر على العقل والمجتمع احنا كنا أنها مثل العملة الزائفة في الاقتصاد تدمر الاقتصاد والأوهام تدمر العقل ومن ثم تدمر تسهم في تزوير الواقع لهذا رأيت في هذه الحلقة أن أناكش أحد أخطر أوهام الإلحاد بمنطق عقلاني علمي ذلك الوهم الذي يمنح الملحدين الكثير من رباطة الجأش والثقة بالنفس ويشجعهم على السخرية من المؤمنين هذا الوهم هو اعتقادهم اعتقاد الملحدين بأن الموقف الإلحادي أكثر عقلانية وأكثر علمية من الموقف العلمي يعني يعتقد عامة الملحدين في العالم اليوم بأن معطيات العلم ومنهجه تؤيد الإلحاد أكثر مما تؤيد الإيمان في صداقة يعتقدون أنه في صداقة بين العلم والإلحاد والمقصود بالعلم عندهم العلم المادي التجريبي والرياضي الرياضيات والأمور التجريبية الكابلة للقياس يعني الفلسفة مثلا ليست لا تدخل عندهم في معنى العلم الفلسفة والدين وغير ذلك من العلوم الاجتماعية مع أننا ندرس الفلسفة في الجامعات تحت عنوان علم الفلسفة وكذلك كل العلوم الإنسانية الأخرى التي لا تخضع للملاحظة والتجريب والتكميم ومن المعروف لدى أهل العلم أن هذا التعريف تعريف العلم باعتبارها العلم التجريبي فقط هذا التعريف قديم يعود إلى فترة الحداثة وما قبل الحداثة ومن المعروف أيضا أن الوسط العلمي قد استبدل هذا التعريف بتعريف آخر بعد الحرب العالمية الثانية فقالوا العلم هو كل معرفة منظمة كل معرفة تقبل التنظيم فهي علم وبهذا دخلت جميع العلوم الإنسانية تحت هذا العنوان حتى السحر إذا كان السحر معرفة تقبل التنظيم فهو علم سمع علم السحر والقرآن تعامل معه باعتباره علما في قصة هاروت ماروت وهناك كلام طويل عن دور البنيوية المذهب البنيوي اللغوي في إقناع الوسط العلمي بأن المعارفة الإنسانية قابلة للتنظيم لأن البنيوية نظمة المعرفة اللغوية فقالوا خلاص عمموا البنيوية على كل شيء لا نريد أن نرهيك المشاهد بتفاصيل من هذا النوع لأنه نحن بنخاطب الجمهور العام وهناك حديث تخصصي في هذا المجال لا نريد إزعاجكم به من أين جاء الوهم بأن العلم صديق الإلحاد هل قال العلم ذلك؟ الجواب لا الإلحاد فقط هو الذي قال ذلك أما العلم فلم يقول شيء بل إن حشر العلم في هذا الباب مخالف لمنطق العلم نفسه لماذا؟ لأن وظيفة العلم هي دراسة الطبيعة دراسة المخلوقات وليس دراسة الخالق الطبيعة هي المخلوق يعني إذا كان هناك خالق موجود كما نؤمن فليس من اختصاص العلم التجريب المادي دراسة الخالق العلم المادي يتعامل مع الظواهر التي تقبل الملاحظة والملاحظة الحسية وتقبل التجريب والله لا يمكن تجريبه أو إدراكه بالحواس لا يمكن إدخالها المعمل وإخضاعه للملاحظة ومن ثم فإن موضوع إثبات وجود الله أو إنكاره ليس من اختصاص أهل العلم ابتداءً وهذا منطق واضح لا يستطيع حتى الملحد نفسه أن ينكره لأن الملحد نفسه إذا افترض وجود إله يستحق العبادة فإنه بالتأكيد هذا الإله سيفكر في إله لا يكبل التجريب والملاحظة لازم يكون الإله مفارق لمخلوقاته مختلف عنها متجاوز لها إذن ما الذي أوهم البعض بأن العلم صديق الإلحاد وعدو الدين الجواب هناك مجموعة أمور لكن الإجابة الأساسية قدمها عالمان غربيان كبيران أحدهما هو الكندي روبرت أغروس أستاذ فلسفة العلم والآخر هو الأمريكي جورج ستانسيو هذا أستاذ الفيزياء النظرية ألف الإثنان كتاباً رائعاً بعنوان العلم في منظوره الجديد حسب الترجمة العربية خلاصة هذا الكتاب تقول إن تاريخ العلم الحديث تتشهد منظورين يعني زاوية نظر وجهة نظر منظور قديم بدأ مع ظهور نيوتن وانتهى بظهور إنشتاين هذا المنظور القديم للعلم وفي منظور جديد آخر هو اللي ظهر مع نظرية النسبية لإنشتاين عام 1905 يعني بعد ثلاثة قرون من ظهور نيوتن من ظهور المنظور الأول وهذا المنظور الأخير هو السائد حتى الآن المنظور القديم للعلم كان منظور مادي متصالح مع الإلحاد أما المنظور الجديد فهو على العكس من ذلك متصالح مع الدين كيف حدث ذلك وما معنى هذا الكلام دائماً كان هناك جدل بين الإيمان والإلحاد حول تفسير الوجود كيف حدث هذا العالم إذا كان قد حدث يعني كيف وجد من أين جاء ما مصيره وما معنى وجودنا فيه وكان لابد أن يقدم كل موقف إجابتها الموقف الإيماني يقدم إجابة والموقف الإلحادي يقدم إجابة كانت إجابة الإيمان هي أن هذا العالم حادث يعني مخلوق وجد في لحظة معينة بعد عدم وله نهاية مأساوية ستكون لنهاية مأساوية وما دام أن العالم مخلوق فلابد أن له خالق وعلينا من ثم أن نصغي إلى رسائل الخالق الرسائل المختلفة في الطبيعة وفي النفس والرسائل السماوية هذه إجابة الإيمان أما الإلحادي القديم فكان له رأي مختلف هو أن العالم غير مخلوق الكون هذا غير مخلوق ما نخلقش العالم هذا أزلي موجود هكذا منذ الأزل وسيظل هكذا إلى الأبد العالم بلا بداية وبلا نهاية ومن ثم فلا حاجة لإفتراض وجود خالق هذا كانت إجابة الإلحاد القديم عندنا الآن إلحاد حديث لما ظهر العلم الحديث في القرن السابع عشر مع نيوتن تفائل الملحدون به وظنوا أنه سياقف في صفهم وسيثبت مقولات الإلحاد ويطيح بمقولات الدين والمتدينين السدج أمثالي لكن الذي حدث هو أن العلم قد أغراهم بصداقته ثلاثة قرون كاملة ثم فجأة أدار لهم ظهره وقال لهم لدي أخبار سيئة لكم يؤسفني أن أخبركم بأن العلم بأن العالم عفواً له بداية وله نهاية مثل ما قال الدين اللي هي نظرية الانفجار الكبير هذه النظرية الفيزيائية قالت العالم له بداية وله نهاية مش أزلي مثل ما كان يقول الإلحاد بداية الكون حدثت قبل 13.7 مليار سنة حوالي 14 مليار سنة أول ما منخلق الكون انخلق قبل هذه الفترة يعني عمر الكون 13.7 مليار سنة هذه بداية ونهايته غير محددة لكنها أكيد هذا كلام العلم وكانت تلك أول معركة يخسرها الإلحاد في مواجهة الدين في ساحة العلم هناك معركة أخرى كبيرة جرت بين الإيمان والإلحاد على ساحة العلم هي معركة تفسير الحياة مش العالم الحياة الأشياء التي تنمو وتتغذى على أشياء أخرى مثل النبات والحشرات والحيوان والإنسان الإنسان حيوان بس هو مش فاهم أنه حيوان هو حيوان بس مش بيتجاهل هذه النقطة هذه الكائنات كيف وجدت؟ هذا سؤال الدين كانت لديه إجابة مجملة غير مفصلة هي أن الله قد خلق هذه الكائنات الحياة جميعا خلقا يعني بدأها اخترعها اختراعا انشأها من العدم أما كيف خلقها فلم يفصل ذلك لأنه ليس من متطلبات الدين طبعا الكتب السماوية ليست كتب في العلم الأحية حتى تفصل في هذه الأمور أما الإلحاة فقد كان في البداية حائرا في تفسير ظاهرات الحياة من أين جاءت كيف جاءت إلى أن اكتشف نظرية التطور والانتخاب الطبيعي هذه النظرية هذه النظرية كانت بمثابة هدية من السماء للموقف الإلحادي لأنه حصل على نظرية علمية تفسر ظاهرة الحياة وفقا للمذهب المادي كما يظن مذهب المادي الإلحادي طبعا الحد مذهب مادي معتكدا أن نظرية التطور ستطيح بفكرة الإله وبنظرية الخلق المستقل الدينية التي يقول بها الدين ولذلك تعد نظرية التطور هي أهم مقولة علمية في تاريخ الإلحاد يدافع عنها الملحدون باستماتة كما يدافع السلفيون عن الأحاديث النبوية إلى درجة أن المؤسسات العلمية الغربية تحارب وتعاقب كل من يحاول التشكيك في نظرية التطور من العلماء وهناك علماء طردوا من جامعاتهم ومعاهدهم لأنهم شككوا فيها لكن مع ذلك فإن هذه النظرية لم تخدم موقف الإلحاد كما يتصور أصحابه للأسباب الآتية بعض الأسباب سأذكر فقط لأن الحلقة لا تكفي لا تتساء أولاً لأن نصوص القرآن تحديداً يمثل الدين عندي لا تتعارض مع هذه النظرية بشكل قطعي نصوص القرآن لم تكن بلغة قطعية إن الله قد خلق كل فصيل من المخلوقات بشكل مستقل بل هناك آيات قرآنية يمكن تأويلها وفقاً لنظرية التطور القرآن مثلاً يصرح بلفظ التطور ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوار وهناك آية تقول إنه بدأ خلق الإنسان إنه بدأ خلق الإنسان من طين وبدأ خلق الإنسان من طين وهذا مشابه لقول التطوريين عن الكائن وحيد الخلية الذي ظهر في مستنقع حار ثم تطور وهناك آية ثالثة تقول إنه أنبت الإنسان من الأرض نباتة وأنبتكم من الأرض نباتة وكأنه يتحدث عن طور آخر من أطوار خلق الإنسان يعني مرة يقول نبات ومرة يقول من طين ومرة يقول أنه يتكلم عن أطوار كما ذكر مستوى محمود وغير ذلك من الآيات الشاهد أنه من غير الممكن القول إن القرآن يتناكض بصورة قطعية مع نظرية التطور لأن آيات القرآن حملت أوجه في هذا الباب تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذاك وليس بإمكان أحد الزعم بأنها قطعية الدلالة في هذا المعنى أو ذاك العلم وحده هو الذي سيفصل في تأويل هذه الآيات والعلم هو منتج إلهي من وجهة نظرنا هذا حق الله وليس حق الملحدين إذا قال الله في الكتاب إذا قال كلام يحتمل أكثر من معنى من حق العلم أن يفصل فيه فإذا ثبتت نظرية التطور فسرنا الآيات بها وإذا فشلت تبين لنا أن الاحتمالات الأخرى في التأويل هي الأصح فهل هل حسم العلم المعركة لصالح نظرية التطور الإجابة لا لم يحسبها بدليل أن النظرية تواجه تحديات علمية كبيرة واعتراضات ذكية من داخل الوسط العلمي نفسه إذا كان أهل العلم فيها ما زالوا مختلفين فكيف نقول أنها أصبحت حقيقة علمية ومكطوع بها هذا كلام هراء ما فيش إجماع عليها ما فيش إجماع في الوسط العلمي على أنها النظرية التطور حقيقة علمية صحيح فيه كثرة وفيه أغلبية ساحقة بتقول ذلك لكن احنا مش مع الكثرة احنا متفقين احنا والملحدين أن الأكثرية ليست دليل على الحق سنشير إلى ذلك بعد أن نستمع إلى البروفيسور جيمس تو جيمس تو هو أستاذ في جامعة رايس الأمريكية أو الكندية لا أتذكر بروفيسور في الكيمياء وهندسة النانو وعلم الكمبيوتر وهو واحد من أهم عشر كيميائيين في العالم حسب تصنيف إحدى المجلات العلمية له أكثر من 650 بحث علمي منشور وأكثر من 120 براءة اختراع أنا بيقول لها الكلام هذا لأنه بعض أصدقائنا الملحدين يعتقدون أنه لا يوجد عالم ولا علماء يعارضون نظرية التطور هذا واحد من العلماء المعارضين هذا الرجل هو بيقول أنه إذا كان هناك أحد ينبغي له أن يفهم نظرية التطور فهو أنا لأنه أنا اختصاصي كيمياء عضوية وأنا فهم ما معنى التطور نظرية التطور إذا كانت صحيحا لازم تثبت وجودها في الكيمياء العضوية مش في الأمور اللي هو أكبر منها هذا العلم اللي هو أدك في مجال البيولوجيا طبعا هذا الرجل بهذا المستوى يقول لنا أنه المؤسسات العلمية الغربية لا تجرؤ على التصريح بالحقيقة حقيقة أن نظرية التطور غير مفهومة في الوسط العلمي المتخصص في الكيمياء العضوية مع أن أصحاب هذا التخصص هم أصحاب الكلمة الفصل في هذا الموضوع وليس التخصصات الأخرى تعالوا نستمع إلى جيمس تور وليس التخصصات الأخرى وليس التخصصات الأخرى ولد ليشترح وليس التخصصات للإستهيما ورزيش و chocolate وكيфاردي ويجهو هاحل من التخصصات الأخرى ست Architect عني you what goes on in the back rooms of science with national academy members with Nobel Prize winners i have sat with them and when I get them alone not in public because it's a scary thing if you if you say what I just said and i say do you understand all of this when all of this came from and how this happens every time that I have sat with people this who are synthetic chemist who understand this they go أه. لا. أستطيع أن أكون مع أمام الأكادمي ونوبل أعجائيين. أحبت أن أقول أنت تفهم هذا؟ وإذا كانت تخطئين أن يقول نعم، يقول لا. طبعاً، حالكة واحدة لا تكفي للحديث عن نظرية التطور ومشكلاتها. والحديث العلمي سيتجه لنخبة من المشاهدين ونحن نريد أن نخاطب عمّة المشاهدين. لذلك سأكتفي بلفت انتباه المهتمين من الشباب وغيرهم إلى ثلاثة تحديات أساسية أمام نظرية التطور. أعطيهم مفاتيح فقط. ثلاثة تحديات يطرحها علماء متخصصون. هي التحدي الرياضي والتحدي الفيزيائي والتحدي الكيميائي البيولوجي. التحدي الرياضي يقول باختزال شديد يعني من المعروف أن الحياة وفقاً لنظرية داروين كد بدأت من كائن وحيد الخلية بسيط. والحياة هي عبارة عن خلية بروتين. هذه الخلية البروتينية تتشكل من عدد كبير من الأحماض الأمينية. حوال 100 حمض. لازم تتحد مع بعضها. هذه الأحماض الأمينية تتحد مع بعضها بطريقة معقدة جداً وتشكل بروتين. لكن هناك مشكلة ليس لها حل. هي أن الاتحاد الأحماض الأمينية لتشكيل بروتين عن طريق الصدفة هذا أمر مستحيل من منظور علم الاحتمالات الرياضية. هناك علم اسمه علم الاحتمالات الرياضية يدرس مدى احتمال وقوع شيء بالصدفة. ما عنديش وقت ولا كنت شرحت. يعني لو كان عندي مثلاً عملة معدنية. وقلت لكم كم احتمال لو رميت كم احتمال أني تجي على الصورة أو على الكتابة. إذا رميت مرة واحدة عندنا 50% احتمال أني تجي على الصورة واحتمال 50% أني تجي على الكتابة. لكن لو زيدنا في إلقاء هذه العملة كلما زاد العدد زادت الاحتمالات بشكل كبير وكلتها الفرص. علم الاحتمالات يدرس الاحتمالات. كم ممكن تحصل صدفة؟ يعني هل ممكن تجي على 50% لو ألقيت 20% مرة؟ هل ممكن تجي على 20% مرة على الكتابة مثلاً أو على الصورة؟ هذه صدفة هتكون بس ما مد احتماليتها. عموماً هذا العلم ببساطة يقول هناك حد رياضي لحصول أي شيء بالصدفة. لحصول شيء بالصدفة. هناك حد رياضي. هذا الحد الرياضي ما بعده مستحيل. وقوع أي شيء بالصدفة بعد هذا الحد مستحيل. عندهم رقم معين حوالي 10 وجنبها 70 صفر. إذا كان الاحتمال هكذا 10 وجنبها 70 صفر. هذا الاحتمال يصبح مستحيل. وإحنا عندنا موضوع التكون البروتين والخلية الأولى هذا فوق المستحيل. يعني فيه تفاصيل كثيرة جداً لمن أراد أن يرجع. مثلاً عندنا كتاب الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان. جاب آراء العلماء التفصيلية في هذا الموضوع. مسألة تشكل بروتين من 100 حمض أميني بالصدفة هي أمر يتجاوز حد الاحتمال إلى حد المستحيل. هذا التحدي الرياضي. هذا كلام الرياضي. وهناك تجارب طريفة أجريت لتوضيح هذا المعنى. أشهرها تجربة الكرود الستة التي وضعت في مكان مغلق بعد تدريبها على الكتابة في الآلة الكاتبة. جابوا ستة كرود وحطوها في مكان بعدما عرلموها الطباعة. ما عرفتش تتعلم طبعاً. وقالوا نشتين نشوف بعد شهر. هل ممكن تطبع لنا كلمة واحدة صحيحة؟ يعني لها معنى بعد شهر من الكتابة أخرجوا حوالي 50 ألف كلمة. يعني حوالي 50 ألف وركة أو 50 ألف صفحة. ليس فيها كلمة واحدة صحيحة ولو مكونة من حرفي. فجاءوا حسبوا الاحتمالات. قالوا إذن كم الاحتمال؟ لو قلنا كم تحتاج الكرود وقت لطباعة قصيدة لشكسبير مكونة من 400 كلمة. كم تحتاج وقت؟ قالوا تحتاج إلى أضعاف مضاعفة لعمر الكون الموجود هذا. وإلى الطاقة أكبر من الطاقة الموجودة فيه والذرات والفوتونات علشان ستة كرود تكتب لنا قصيدة لشكسبير. فما بالك بتركيب بروتين بالصدفة. هذا التحدي الرياضي لنظرية داروين. التحدي الثاني هو التحدي الفيزيائي. الفيزيائي أيضا لديها كلمتها. ويقول هذا التحدي باختصار شديد أن نظرية التطور تتعارض مع قوانين الديناميكا الحرارية. هذا كلام حديث. لم يكن معروفا أيام وحدة دين خان لما كتب الإسلام يتحدى. قالوا أن نظرية التطور تتعارض مع القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. القانون الثاني تحديدا. لأن نظرية الديناميكا الحرارية تقول أن العالم نظرية التطور تقول أن العالم اتجه من الفوضى إلى النظام. بينما كوانين الديناميكا الحرارية تقول العكس أن العالم يتجه من النظام إلى الفوضى. يعني وفقا لنظرية التطور فإن الأشياء تنمو من مجموعة مصادفات داخل الفوضى تنمو إلى الأكوى والأصلح. فكلما رجعنا إلى الماضي تراجع مستوى النظام والتطور. ومن ثم فإن العالم وجد داخل الفوضى القديمة بالصدفة. ثم تطور وصارت فرص النظام أكثر. تطور وتعكد حتى يعني بسلسلة مصادفات. والتعكيد معناها الاتجاه إلى النظام أكثر وأكثر. الفيزياء تقول إن العالم بدأ منظما جداً في نقطة صغيرة جداً يسموها نقطة الانفجار العظيم. ثم توسع بشكل هائل فيما بعد. وكلما زاد التوسع زادت فرص الفناء فناء النظام بسبب قانون الأنتروبيا. الأنتروبيا هذا تعني الفاقد من الطاقة. هم بيقولون أن العالم عبارة عن طاقة تتشكل بأشكال مختلفة لكن هذه الطاقة هي في حالة حركة. ومع الحركة بتفقد جزء من من ذاتها جزء منها إلى الأبد بتفقدها. هذا يسمى أنتروبيا. وستأتي لحظة يفقد الكون طاقته بالكامل ويموت وفاه باردة يعني. حالة برود يجي لها. ثم ينكمش ويعود إلى النقطة النفسية التي بدأ منها. هذه نظرية أخرى نظرية الانكماش. وطبعاً حكاية الانكماش هذه والعودة إلى النقطة نفسها يطابق ما يقوله الدين عن نهاية العالم. لا مجل التفصيل. الشاهد في الكلام ما هو هناك جدل بين العلماء في موضوع التعارض بين نظرية التطور والقانون الثاني للديناميكة الحرارية. والمجال المغلق والعالم المكتفي بذاته إلى آخره. هذا الجدل يدل على أن التطور ما زال نظرية علمية لا حقيقة علمية. ومن ثم لا يصح القول أن هذه النظرية حسمت الأمر لصالح نظرية الخلق نظرية التطور كما يقوله. من أخطر التحديات التي واجهت نظرية التطور التحدي الذي كدمه بعض علماء الكيمياء الحيوية أمثل مايكل بيهي اللي ما زال حي إلى الآن. قال مايكل بيهي ما معنى؟ أن داروين نفسه أو نفسه قد سمح لنا بنقض نظريته إذا وجدنا جزءاً حياً معقداً غير كابل للاختزال. داروين قال هكذا إذا وجدته أي جزء حي معقد مركب غير كابل للاختزال يعني غير كابل أننا نفك إلى ما هو أصغر منه فنظريتي باطلة. مايكل بيهي بيقول إحنا حصلنا هذه الأجزاء مش جزء أجزاء عدد لا يحصل من الأجزاء المركبة المعقدة غير الكابلة للاختزال. سأبسط المسألة بالمثال الطريف التالي. هذا المثل ضربه به في كتابه وفي حاديثه. قال مايكل بيهي عندنا مصيدة مصيدة الفئران. هذه المصيدة مكوناً من أجزاء حديدة. القاعدة الخشبية الحديدة الملفوفة هذه اللي احنا بنسميها الجير والمطرقة وعمود يمسك المطرقة. المصيدة هذه بهذه الأجزاء لا يمكن أن تعمل إلا بهذه الأجزاء كلها مع بعض. لو نقص جزء واحد من هذه الأجزاء تصبح معطلة. لا تعمل. المصيدة لا تعمل. إذن المصيدة آلة مركبة غير كابلة للاختزاء. هذا المعنى. اخترعها المخترع دفعة واحدة علشان تكون بوظيفة مرة واحدة. مثل هذه المصيدة هناك آلات حيوية مركبة معقدة وجدت دفعة واحدة ولا يمكن اختزالها. مثل ماذا؟ مثل صوت البكتيريا. ومثلو الخلية. الخلية مثلا الخلية الحية هي أصغر جزء في الكائن الحي. لا تستطيع تختزالها لما دونها. لا يمكن اختزالها لما هو أصغر منها. لكن هذه الخلية نفسها مكونا من عشرات الوظائف تعمل جنبا إلى جنب. مثل عمال المصانح. يعني حوالي 45 وظيفة إلا لم تكن الذاكرة. ويستحيل الكون إن الخلية قد تطورت يعني على وظيفة 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 جنب وظيفة إلى أن أصبحت خلية. لأن ما يمكنش توجد لا دفعة واحدة هكذا. كل وظيفة داخلها لا يمكن أن تستغني عن الأخرى. لا يمكن أن تعمل الخلية لو فقدت وظيفة واحدة من الوظائف الخمسة والاربعين. لن تعمل. ومن ثم لن تقبل التطور إذا نقصت وظيفة. وكذلك صوت البكتيريا مكون من أجزاء عديدة لا يمكن اختزالها. داروين لم يكن يعلم هذا لأنه علم الأحياء في زمن كان بسيط متواضح لا يمكن علم الأحياء العضوية بهذا التقدم. هكذا قال به وعدد من زملائه. وبدلا من أن يرد التطوريون على الرجل بمنطقة العلم سيكون يتهموا بأنه مسيحي يزور الكنيسة كل أحد على طريقة أصحابنا. الخلاصة أنه نظرية التطور أيضا لم تخدم الإلحاد سواء صحت أو لم تصح لم تخدم موقف الإلحاد لأنه آيات القرآن تحديدا تقبل الرأيين في التأويل والعلم وحده هو الذي سيختار التأويل الراجح كما قلنا لكن العلم نفسه لم يحسب المشكلة حتى الآن بل إن فرص نجاح نظرية التصميم الذكي اللي هي المعارضة لنظرية التطور نظرية التصميم الموجه كل يوم تتكاثر على حساب نظرية التطور كل يوم لديها شواهد ومؤيدات ولديها أنصار وهذه معركة أخرى على أرض العلم لم يكسبها الإلحاد فهل ما زال الإخوة الملحدون مصرون على أن العلم صديق الإلحاد الجواب نعم ما زالوا مصرين وما زال لديهم حجة أخرى هي حجة توافق التفكير الإلحادي مع المنهج العلمي وما بيقولوا هكذا أن التفكير الإلحادي متفق مع المنهج العلمي الملحد يتوهم أن نظام التفكير الذي يقود إلى الإلحاد نظام علمي متسك في حين أن النظام التفكير الإيماني مشوش وغير علمي من أين جاء هذا الشعور الجواب من الصلابة الظاهرية للتفكير العلمي المادي هناك صلابة ظاهرية معروف أن التفكير الإلحادي تفكير مادي يتبع خطوات التفكير العلمي التجريبي يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالأشياء التي تقبل الملاحظة والقياس والتجربة يعني كل الموجودات التي لا تقبل الملاحظة والتجريب هي غير موجودة بالنسبة لهؤلاء وهكذا يبدو المنهج المادي متماسكا صلبا واضحا في الظاهر لكنه في الحقيقة يتسم بالسطحية لأنه يختزل الوجود المركب العميق يختزل في صورة مادية ضيقة جدا ولأنه يعجز أيضا عن تفسير ظواهر كثيرة غير مادية لا يستطيع مثلا أن يفسر ظاهرة الجمال المنتشر بكثافة من حولنا بدون أي وظيفة داروينية مجرد جمال وينتشر بكثافة مش حالة ولا حالتين كثيف عالم الزهور فيه ثلاثة مليون نوع ما هو التفسير الدارويني لهذا؟ عالم الحشرات نفس الحال عالم الفراشات وحدها ومش قادر أيضا يفسر الإنسان بعضها مثل التوافقات التي لاحظها المؤرخون بين حياتي الرئيس الأمريكي إبراهام لينكلون والرئيس الأمريكي جون كندي في حياتهم توافقات عجيبة في الميلاد وفي القتل وفي صعودهم للرئاسة وفي تشابهات ومصادفات عجيبة فعلا وغير ذلك من الأمور التي يعجز المذهب المادي عن تفسيرها ومع ذلك فإن التفكير الإلحادي المادي يناكض نفسه ما هوش يعني مثل ما بيتصور أنه تفكير صلب لا أحيانا يصبح يعني التفكير الإلحادي أشبه بالتفكير الخرافي كما سنرى بعد قليل من خلال بعض النماذج عالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكنز هو أشهر منظر للإلحادي على قيد الحياة الآن عندما تقرأ لهذا الرجل لا بد أن تشعر بالإعجاب لسعة معرفته في مجال تخصص ولقدرته على تبسيط الموضوعات العلمية المعقدة وأنا شخصيا أرى أن دوكنز هو واحد من الذين خدموا الدين بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة كما فعل من قبل أمينويل كانت كانوا يقولون أن كانت عدو الدين ثم تبين أنه منهجه خدم الدين أكثر بما ضره على الأقل من نجات نظري لأنه منهج دوكنز في تبرير نقاط الضعف في نظريته منهجه يشبه منهج المتدينين في تبرير نقاط الضعف في الفكرة الديني إلا أنه يفعل ذلك بطريقة احترافية يعني الواحد ممكن يستفيد من منهجه في الاستدلال لبعض الكضايا الغامضة والدقيقة في مجال الفكرة الديني لا مجال لشرحها الآن أردت القول أن شعورك بالإعجاب أمام ما يكتبه دوكنز سرعان ما يتحول إلى تعجب واستغراب في بعض الحالات التي يقوم فيها بترقيع منفرط من نظريات تدعم موقفها الإلحادي وهو عندي أشبه بمحمد باكر الصدر الذي يثير الإعجاب بشرحه لمذاهب الفلسفات ثم يثير الغثيان عندما يتفلسف في مقولات المذهب الشيعي يعني لما يبدأ يبرر ويفسر هذه المقولات والسر طبعا هو أن الإلحاد عند دوكنز أصبح إيدولوجيا دينية للأسف الإيدولوجيا إنما دخلت أفسدت دوكنز وزملائه الملحدون عندما تقول لهم مثلا إن الفيزياء تؤكد خلق الكون في لحظة قديمة قبل 13.7 مليار سنة وما دام الأمر كذلك ما دام أن الأشياء لا توجد من العدم فهذا يعني أن وراء هذا الكون خالق عليم إذا قلت لهم ذلك يقول لك تمام سلمنا أن الكون وجد قبل 14 مليار سنة لكن لا داعي لإفتراض وجود خالق لأن هناك احتمال أن يكون هذا الكون قد تخلق من كون آخر سابق عليه والكون الذي قبله تخلق من كون أسبق وهكذا في سلسلة لا تنتهي وهذا كلام يشبه قول البعض أن الكون يكف على كرني بكرها أو كرني ذور ضخم لا نستطيع رؤية لأنه ثور مكون من عناصر مادية خاصة ما نقدرش نشوفها نفس الكلام عينة كما يقول الأتراك كلام دوكنز هنا مجرد ترقيع ساذج يبدو أكثر تفاهة من قول بعض المتدينين بأن الأرض مسطحة وليست كروية على الأكل اللي بيقولون أن الأرض مسطحة عندهم شواهد أكثر منطقية من كلام الملحدين عن نظرية تعدد الأكوان يعني حنب رجعي دور يعني كلام لا منطقي ولا معقول ومجرد فرضيات ليس عليها أي شواهد علمية كلامهم عن نشأة كذلك كلامهم عن نشأة الخلية الأولى الحية تقول لهم كيف طيب كيف نشأة الخلية الأولى الحية قال لك أنها كانت مجموعة أحماض أمينية موجودة في مستنقع يسموها الحساء الكوني مستنقع بركاني ضخم كانت موجودة هذه الأحماض ثم جاءت شرارة رعدية من السماء ضربت في الأحماض الأمينية فتشكلت وامتزجت مع بعضها وشكلت الخلية البروتينية الأولى وحصل عندنا الكائن الأول وحيد الخلية هذا كلام لو قالوا واحد يعني ممكن يقولوا واحد في غرزة حشيش ممكن مكبول أما في مؤسسات علمية تسخر من منطقة المتدينين لما نتكلم عن الإله وعن الدين يسخروا مننا مع أنه يقولوا مثل هذا الكلام اللي ما يقولنا هلا محشش يعني إذا تحدثنا عن الخالق يتكلموا عننا بشكل شنيع طبعا ما يشهد الحالة الوحيدة ولا الثانية يعني هناك شواهد كثيرة على هذا النوع من التركع في الوسط العلمي النظريات نفسها ما هي النظريات النظريات هي عبارة عن مقولات لتفسير فجوات علمية تفسير فجوات علمية العلم ما كدرش يسد الفجوات هذه بيجيبوا مقولة افتراضية لكن هذه المقولة قد تكون مقولة خرافية يعني قد تكون مجرد هراء وهناك الكثير من النقاط التي كانت بحاجة لتوضيح ولفت انتباه في هذه الحلقة لو لا وقت الحلقة الضيق للأسف يطاردنا المهم هو أننا وضعنا بين أيدي المهتمين في هذه القضايا من الشباب والمتابعين وضعنا مفاتيح مهمة في نقد التفكير المادي الالحادي مثل ما أن من حق الملحد أيضا ممارسة التفكير النقد الحر للفكرة الديني وإذا سنحت الفرصة واقتضت الحاجة يمكن أن نفتح ملفات أخرى في هذا الباب انتهت حلقة اليوم نلقاكم في أمان الله في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر